بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهيل أهلا بكم شارك المئات من أبناء محافظة أرخبيس سقطرة في مظاهرة حاشدة بمدينة حديب عاصمة المحافظة تأييدا للرئيس عبدرب منصر هادي ورفضا للإدارة الذاتية التي أعلنها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي كما أعلنوا تأييدهم للسلطة المحلية وللقرارات التي يتخذها المحافظ رمزي محروس ورفع المتظاهرون لافتات ترفض جرى السقطرة إلى الفوضى وفي وقت سابق أعلن مشايخ ووجهاء مركز حديب رفضهم للإدارة الذاتية للانتقالي ودعوا المواطنين بعدم للجرار خلف الفوضى وتجنيب السقطرة الصراع كما أكد مشايخ نوجد في بيان موقع تأكيد موقفهم المؤيد للشرعية بقيادة الرئيس عبدرب منصر هادي محذرين من أي أنشطة تهدف إلى شق الصف الاجتماعي في محافظة السقطرة توفي محمد العز قابل والد الصحفي الراحل عبدالله قابل بعد تدهول صحته إثر اختطافه لأيام من قبل ميليشيا الحوثي في مدينة ذمار وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت قابل في منتصف أبريل المنصرم في حين كان يحاول إقناع الميليشيا بالإفراج عن أبنائه الأربعة الذين اختطفتهم أيضا قبله بيومين وأفادت مصادر مقربة من أسطة قابل أن الحوثيين أفرجوا عنه في العشرين من أبريل وهو في حالة صحية سيئة قبل أن تتفاقم حالته مؤخرا ويفارق الحياة ومحمد عزي هو والد الصحفي الراحل عبدالله قابل الذي اختطفته الميليشيا الحوثية عام 2015 ووضعته كدرع بشري في أحد المواقع العسكرية التابعة لها بمدينة ذمار والسشد مع زميله الصحفي يوسف العزري وآخرين في قصف جوي السدف ذلك الموقع تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية التابعة للميليشيا الحوثي تشرعن فيها للميليشيا الإنقلابية نهب ممتلكات اليمن واليمنيين تحت بند زكاة بن هاشم والذي حددته بعشرين في المائة تحت مسمى الخمس وينص القانون العنصري على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإرادات الخاصة بالمواطنين والشركات وتخصيصها لصالح هذه الأسر ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيا ورموزها تحت مسمى الخمس في خطوة يسعى المتمردون من خلالها لنهب هذه الأموال قصفت الميليشيات الحوثية بالمدفعية والرشاشات منازل المواطنين في مدريتي الدرهيمي والتحيطة جنوب الحديدة وأفاد مصدر عسكري أن الميليشيا سادفت بصواريخ لو وأسلحة رشاشة متوسطة قرى ومزارع في بلدة الجبلية بمدرية التحيطة كما قصفت مناطق شرقية الدرهيمي بقذايف الهاون الثقيل وتسبب القصف في حدوث أضرار مادية كبيرة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن عن تسديل حالتي إصابة جديدة في محافظة حضر موت وحالة وفاة في محافظة شبوة ليرتفع حالات الإصابة المؤكدة بالفايروس إلى أربعمائة وأربع وثمانين حالة بينها مائة واثنة عشرة حالة وفاة وثلاث وعشرون حالة شفاء وصلت إلى مرسى ذباب بمحافظة تعز الرحلة البحرية الثانية على متنها مائة وستة وأربعون من اليمنين العالقين في جيبوتي بعد إجراء فحوصات بي سي آر لتأكد من عدم إنصابة بفايروس كورونا إلى ذلك بدأت اليوم إجراء فحوصات بي سي آر للعالقين اليمنين في مصر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا من أجل بدء رحلات إعادة من أرض الوطن والتي من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الأربعاء القادم وفقا لما ذكرته وكالة السبأ للأنباء انتهى الموجز في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة